القصة بتاعت ياسمين عبارة عن قصة واحدة عندها اضطراب في الشخصية والمفاجأة اللي انت هتفاجئ لما اسمها ياسمين عندها اضطراب الشخصية النرجسية هي بتخلي الرجالة تكلمها تقول لها كلام حلو خدي بالك مع اني حاسي معداش تخاف نفسها خالص احنا عندنا شوفي انت بتقولي ايه احنا عندنا نوعين من اضطراب الشخصية النرجسية لدرجة انه ما يجيش في بالنا ابدا انه ياسمين دي شخصية نرجسية خليني اقولك بس ان الشخصية النرجسية دي شائعة طبعا في الرجالة عن الستات بنسبة 8 لخمسة يعني كل 8 رجالة عندهم شخصية نرجسية وصدهم 5 ستات عندهم شخصية نرجسية 0.005 ستات ايوة لا 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 موجودة في الستات وشائعة وياسمين نموذج للشخصية النرجسية متقسمة قسموها سنة 1993 لنوعين من الشخصية النرجسية النرجسي الواضح اللي هو اللي انت عارفاه اللي تقولي ده نرجسي اللي هو زي خطبها اللي كان توكسيك اللي هو طول الوقت بينتقد وطول الوقت شايف نفسه فوق وطول الوقت بيفكر في نفسه واناني وراح غير العربية بدل ما يروح يجيب لها شبكة زي الناس ولا يخلص إجراءات الجواز ولا يجهز البيت ده نرجسي واضح النرجسي الصريح والنرجسي الخافي اللي هو ياسمين نفسها ياسمين عندها اطراب الشخصية النرجسية الخفية اللي هو الشخص ده طول الوقت يبدو انه فيه قلة ثقة في النفس لكن في الحقيقة هو اللي تتثقى في النفس اللي ظاهرة دي تحتيها شخصية نرجسية عكس التاني اللي يبدو طول الوقت واثق في نفسه انا حاستها من جملة واحدة هو انا ليه بيحصل معايا كل ده انا وحشة قوي كده عشان يحصل معايا كل ده خدي بالك ده اللي ولا انا استهل اكتر من كده بكتي حتى النواي على نياتكم ترزقون ده احنا كل اللي احنا عملناه لو تاخدي بالك بعد قصة خطبها الاولاني دخلت في علاقات متعددة وكل مرة الناس كويسين ولكن هي ما بتكملش للاخر بس بخدش بالك ان كل مرة احنا بنتكلم على حاجة معينة كان اصغر مني بعشر سنين فا اهله قالوا لا اهلي تاخد امو 36 لما انت ممكن تاخد واحد اصغر منها تفتكر هما بيقول له كده ولا هي اللي حاسة ان هي لما وصل ال36 بيتقول له لا هما بيقول له كده فعلا بس في حاجة تانية عن سنها هنتكلم فيها بس خليني يخلص الحتة الاولانية بتاعت الشخصية النرجسية انها كانت كل شوية تدخل في علاقة واول ما تحس ان اللي قدامها بدأ اتعلق بيها تقوم عاملة ايه تنسحب بالزبط كده تغير رقم التليفون تقفل التليفون بتنسحب من اي علاقة ده مش بس كده ده بدأ تدخل في علاقات مع ناس متجوزة ومش عشان خالص انها تتجوز عشان تحس بنظرات الاعجاب في عيونهم وان هي احسن من مراتاتهم وتاخد الدور اللي كانت بترد عليك وتقول في القصة بعض اقولهم ان مراتك كويسة ويلعب فيك هي طول الوقت عايزة تباين ان هي مستحبت معي البنت مزيعة مزيعة فهي عندها اترابة الشخصية النرجسية وهو ده اللي مسيطر عليها وهو ده اللي مخليها تخش في علاقات متعددة مش بس كده موت خطبها عمل فيها كده لا موت خطبها كان عامل يدخلها انها خلاص بقى شخصية النرجسية تبدو واضحة بعد كده لانه خطبها ده لو كانتتجوزته هتنظر برضو الشخصية النرجسية هتمارس عليه ان ايه اقوى بالزبط بس كده هتكمل في الجوازة لكن لانه ده ما حصلش وما تجوزتش خطبها اللي كانت تحبه فظهرت بقى قصة الشخصية النرجسية اللي بتخش من علاقة لعلاقة وفي الاخر النتيجة صفر